السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة عالم أمار اليوم سنقوم بمصفة سباقة الشعر باللول البني أو الأشقر البنات اللي يأتي الغزان واحد للنف الشعر فأنا جربت وجربت وجربت فأنا يأتي لونزوين فهنا عندي جوج معالق الخرقم البلدي مطحون على اليد فضروري يكون الخرقم البلدي وجوج معالق الصابون البلدي مطحون مطحون وفيها حويج يغضي الشعر مغير أنه يضرر فأنا نضغط الدرار هنا عندي بيضة كاملة كاملة فلا تخافوش من هاد الوصفة فأنا نضغط ومعه دارها كادجي غزاله وكادطي واحد للون واعر بالنسبة للناس اللي بغدير يعني وصفة في دارها فأنا نضغط هاد الموك كوينة شوية باش ينسجم اللي يعدو بلي هادك الصابون البلدي فاركم عارفين الصابون البلدي كيكون شوية قاصح فغادي نضيف هنا الأكسجين نمرات السعود جوج معالق يعني ما كان نضيفش القرعة كاملة محيط الأكسجين فارك يضرر الشعر فهنا دارتغجوج معالق ولكن انا غادي ندير مكوينة خراع يعني اللي غادي تهرس لي يعدك الضرر ديال الأكسجين والشعر ما غايوقع لي حتش حاجة وعندي الزيت بلدية غادي ندير الجوج معالق كبار وعندي البنات هات السيروم لير الشعر فهذا هو اللي كان استعمل دائما سيروم زوين فاي سيروم عندكم بإمكانكم تديروه غادي نضيف منه سهو معلقة باش كيبقى لي الشعر ميدة وهنا عندي لكم واحد زيت اللي خطيرة البنات هي زيت زريعة الكتان اللي طحنتها عند العشاب يعني خديتها حبوب وطحنها لي عرفتي غزالة البنات للشعر الجاف والمتضرر أكثر يا بنات الشعر اللي كيكون بالششوار والمقصطاف هذي تروع لبعد الحمام البنات أو لماسك لشعركم قبل الحمام فدائماً أنا أرد ثلاث لي القرعة بقوة ما كانت استهلكها فغادي نضيف منها حتى هي معلقة كبيرة فرازوين البنات شي حاجة يعني اللي كتصوبوها على يدكم وكتشوفوها وهي كتصيب راغزالة وهذي زريعة الكتان هي اللي غادي تخلينا الشعر يعني مبعد ما نغسلوه غادي بقام يعني ارتبو طالق راسو يعني مشي غايتشوك كيف ما كنديرو الصباغة غايتشوك وغادي تشنتف فاللارة كيخرج شعر زوين زوين بزف واجربو هاد الوصفة اردو علي الخبار وهذا الزيت راغزالة أنا شكرتها لكم فباش تمشوا تصوبوها عند الأشياء برعفنا فكنخلط هاد المكونات البنات كنخلطوهم بزيان حتى كتنساجم للك المكونات مين بنساجم البنات فدروها على شعركم ثلاثة سوايع انا درسها ثلاثة سوايع وغسلوها فبنين تدروها شعركم دروها بنات شي شي هذا كتير الشعر تكل المسك اللي كيتشرة او البلاستيكا شدوا شعركم زيان بالبلاستيكا وغطيوه وخليوه ثلاثة سوايع وغسلوه بالنسبة للبنات اللي كي خرجلوهم شعرهم ضغية في الصباغة فبإمكانكم تدروها ساعتين او لساعة ونصة تشوفو شعركم وجربوها البنات وبصحتكم وراحتكم فكما قلت لكم كتخرج غزالة